ما بدأنا أول ناس في مصر تنتج الانسولين المصري بعد ما كان فيه أزمة شديدة تحت مصر وحصل نقص شديد جدا في التطايمات في الانسولين فبدأت فاكسيرا بالتفكير رائد كان أيام الدكتور محمد العبادي وأدخل صناعة الانسولين في مصر وكانت لأول مرة صنع الانسولين المصري انتقلنا من مراحل الانتاج اللي هو أقصى طاقة 2 مليون إلى أن نحن هنعمل طاقة تصل إلى 20 مليون وردية واحدة وممكن تصل إلى 40 مليون أو 50 مليون اللي هي الطاقة الكاملة إذا استغل المصنع على ورديتين إذا فتحت لنا مجالات التصدير لبعض الدول نتكلمين مع نوفو نوردسك إيجيبت إن إذا الإنتاج بتاعنا أوجيز في المعامل الأوروبية نبتدي نصدر لأحد الدول اللي هو مسؤولة عنها نوفو نوردسك إيجيبت بحيث إن إنتاجنا يكفي السول محلي 100% ونفتح مجالات للتصدير إحنا حاليا في الإنسليم بتاعنا بنتدي المستشفات الحكومية من خلال مناصة وزارة الصحة إحنا بنورد 20% من إحجاجات الوزارة وإن شاء الله بمشارة الرحمن هنبتدي إن شاء الله في النمو من خلال هذا العام ونقدر نرفع النسبة عن 20% إن شاء الله الأنسليم بجميع أنواعه الأنسليم بجميع أنواعه في الزجاجات الوزارة بتاخد حوالي 13 مليون جولة أنسليم بتدفع فيهم أكتر من 250 مليون بتسلمهم للمرضى مجانة ما فيش مكان في جمهورية مصر العربية إلا ما بيصلوا للتطعمات الإجبارية اللي هي وزارة الصحة بتقدمها بالمجانة بعض التطعمات لا تقدم بالمجانة لأنها ما دخلتش ضمن برنامج التطعيم الموسع اللي هو بتدعمه وزارة الصحة بالكامل هذه التطعمات بيحتاجها الأطفال وبتقدم للطفل المصري بالأجر من خلال البكسيرة ومن خلال المراكز المختلفة الموجودة في المحافظات بتابعة البكسيرة هذه التطعمات تطعيم ضد الفيروس الكابدي الوبائي ألف تطعيم ضد الإسهال الفيروسي الوروتة تطعيم ضد الالتهاب الرأوي وده بيدي ضد التهاب الرأوي وضد التهاب الأزن الوسطى وضد تسمم الدم في الأطفال وضد الالتهاب الصحي ده بيدي أربع حاجات في تطعيم واحد دول التطعمات اللي هي لم يشملها برنامج التطعيم الإجباري بتاع وزارة الصحة والشركة بتقدمها في تطعيمات بتخص الأطفال والكبار يعني ما تتوقفش على الصغار فقط هذه التطعمات بتشمل تطعيم الإنفلوانزا بتشمل تطعيم التهاب الرأوي أيضا بتشمل تطعيم ضد الكابدي ألف والكابدي بيه بتشمل بعض الحاجات الخاصة للسيدات اللي هو ضد السرطان عنق الرحم كل الكلام ده متوفر والشركة بتقوم بتوفيره لتقديمه للمواطن المصر تطعيم الكابدي ألف لا يصل إلى 70 جنيه وأقل من 70 جنيه لجرعة للطفل لو أصيب الطفل بالفيروس الكابدي ألف أول حاجة بينقطع عن المدرسة العلاج إذا وصلت الحالة إلى المستشفى كل الكلام ده لو حسبته هتلاقي 70 جنيه لا تقارن بأي مجال من المجالات في مقابل النتائج المترتبة عن إصابة الطفل نوفر أمصال عقرب وتعبان وحيات وتتانوس علاجي وتتانوس وقائي وأحنا يمكن متميزين جدا على مستوى العالم وإن شاء الله بعد استكمال المشروع الجديد لإنتاج الأمصال هيبقى عندنا طاقات عالية جدا نقدر نصدر إلى الدول المحيطة وخاصة أننا متميزين عالميا بجودة المنتج بالنسبة لنا بالنسبة للأمصال ترجمة نانسي قنقر